فيه برضو مشهد في النادي اليوناني النادي اليوناني اللي تعرفت على صبري فواز فيه وكانت بتشتغل فيه فمفروض الراجل الاول ما بيشم راحتها بيقول لها انتي راحتك جميلة قوي فبيمسك ايديها كتفاة كده فبيتروح مشوحها ومدياله بالقلم القلم ده الناس كلها هايزين يعرفوا القلم ده حقيقي ماليش بقى لدينا اولا ده كانت تبسيل متدربين عليه بس يعني بصراحة القلم ده كان قلم تمثيل اكشن بس هو سبحان الله بان انه هو قلم بجد الناس كلها ما بقيتش بصدقة هو استاذ طبري بصراحة في الشغل يعني يقدر الحاجات دي قال لي تصرفي براحتك عايز تضربي درابي بجد ما حضرش مشهد منذر بقى طلب اقليك كده لا ما حضرش ما حضرش لا ده انا كمان ضربته يعيني بالكوباية ازاس فراسو انا ضربته كذا مر يا جبعة دي رائيئة يا جبعة بالكوباية دي بقى يعني ده كان بجد بقى انا ضربته بالكوباية مرتين والكسر ويعاني تعور راسها منه كمان فعين الكوباية دي كوباية سكر مش كوباية بجد اه بس تبقى كوباية انت كمان بنت عايزيها بقول له كوباية بجد يا بقى الا والله هي الكوباية اعدى والتانية وقلم وعيدة تكسب كوبايتيت او والله انت الشقاوة دي زهرة في البيت يعني بتقومي عليهم كده في البيت ولا فيه هدوء? لا هدوء جامد جدا. طبعا ما تصحب بلا حاجة. تيجر على سيجر. ما عنيش خشي المطبق اخويا في المطبق يا جماعة. خلينا نطلع نسمع قولية ونرجع نتكلم في حاجات كتيرة بقى. عايزين نعرفها برضو في الكواليس. خليكم معنا. رقم الاسم اس واحد تسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين.